بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي الطلاب والطالبات في درسي جديد من دروس الكفاية اللغوية للصف الثاني الثانوي نحن سنتابع حدثنا من الأمس عن الكفاية النحوية وقلنا ركزنا الأكثر على التطبيق النحوي اليوم سنتابع بعض النشاطات التعلم نحن في الوحدة التدريبية الأولى في الكفاية النحوية التطبيق النحوي التطبيق النحوي هذا هو الهدف الهدف التدريبي يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن تلخص المعلومات الأساسية للنحو العربي تسهيلا لفهمها ويضا تضبط النصوص المقروعة بالشكل دون أي خطأ ويضا تكتب نصوصا وفقرات مضبوطة بالشكل خالية من الأخطاء النحوية كذلك تتحدث وتلقي وتقرأ بلغة عربية فصيحة خالية من الأخطاء النحوية تطبق الوظائف النحوية المفردات التي درستها في تراكيب وسياقات جديدة وكذلك تصحح أي خطأ نحوي في المكتوب أو المسموع وهذا هي أهم الأهداف النحوية أو أهداف تدريبية التي تتعلق بهذه الوحدة وصلنا إلى تدريب العاشر املأ الفراغ بالبديل المناسب مما بين القوسين تقيم الإدارة فراغ لتكريم الطلاب المتفوقين حفل حفلا حفل بالحركة إن الجهل ظلام أو ظلاما أو ظلام لا أيضا فراغ ذكر الله تنسى أو تنسى تنس طبعا هنا بالتسكين أو تنسى بالفتح بدون ألف يا خالد صلي صلي أو صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل على الجائزة طالبان طالبين طالبا من مدرستنا ما زالت الفرصة متاحة أو متاحة أو متاحة للجميع يرفع الله المتقين درجات أو درجات بالتنوين أو درجات بالكسر ونصحت طلابي أن يجتهدون أو يجتهدوا أو يجتهد هنا نعيد تقيم الإدارة ما الصحيح من خلال طبعا ما درست تقيم الإدارة حفل أو حفلا أو حفل أحسنتم هنا تقيم الإدارة حفلا تقيم الإدارة حفلا وفعل به إن الجهلة إن ماذا تعمل داخلت على جملة الاسمية ممتاز تنسى الممتاز ترفع الخبر إذن إن الجهلة أحسنتم إن الجهلة ظلام هنا خبر كذلك لا وهذه لا ناهية ماذا يفعل أو ماذا يكون للفعل هل تنسى أم تنسى جميل أحسنتم هنا لا تنسى هنا مجزوم على مجزمي حذف حرف العلة والفتح هنا عبض على الألف المحذوفة يا خالد صلي وصلي أو صل وهذه أيضا هنا صلي بالكسر لحذف أيضا هنا مبني على حذف حرف العلة كذلك فعل أمر حصل على الجائزة حصل على الجائزة أحسنتم هنا حصل على الجائزة طالبان فاعل مرفوع ومترفع الألف لأنه مثنى طالبان من مدرستنا طيب ما زالت الفرصة ما زال من أخوات جميل من أخوات كان وهي ماذا تعمل تدخل على جملة الاسمية ترفع مجزة وتنصيب الخبر ما زالت الفرصة متاحة هنا خبر ما زالت الفرصة متاحة للجميع يرفع الله المتقين جميل هنا درجات طبعا لأنه هنا جعل النث سالم وصحة طلابي أن هذه أن مصدرية يجتهد فعن هنا نون منصوب في المضارع من نفع الخمسة ينصب وعنه نصبه حذف النون حذف النون جميل هنا أحد عشر يقول اضبط النصوص اضبط النصوص العاثية بالشكل وهنا سنقرأ ثم أنت ستضبط النصوص بقراءتك بالشكل ثم تخير أحده و ألقيه القاءة معبرا يمكنك أيضا أن تختار نص من هذه النصوص و أن تلقيه القاءة معبرا عن معانيه من الشاعر عبد الكريم عبد الكريم جهيمان ولد عام 1333 نص شعري ينضح بالتشاوم والشكوى من الحياة والناس و زاد تشاؤمه تشاؤمه و قلقه حدة غربته عن وطنه فيقول في وصف حاله في الغربة محاورا وطن في قصيدته أنت غريب التي تعكس انكسار الذات و هزيمتها أمام جبروت أصدقاء المصلحة و تغيانهم و الغربة عن الوطن يقول ذاب من فرط شوقه وجداني و أتاني من الهوى ما برعني و تذكرت في البعاد بلادي و تذكرت في النوى إخواني و تصورت بلدتي و ضحاها و هواها و طيبة تلك المغاني و تجولت بالخيال مليا في رباها بمدمع هتاني إن مرأة القيصوم و الشيح و الحوذان أشهى من زخرفات المباني يا بلادي سئمت من كل شيء غير ذكراك إنها في لساني ففؤادي إليك يخفق شوقا و عيوني إلى رباك رواني فاسلمي و انهضي و عيشي بعز في مغاني العلا و نعم المغاني وهذه القصيدة تحدث فيها عن الشكوان ممكنك أن تقرأها و أنت و زملائك أيضا قراءة معبرة و تطبق ما أخذته فيه دروس النحو أيضا هنا نص آخر مقدمة نفحة طيب لبنى المقرية تلمساني و طبعا هنا نفحة المسكية في الرحلة الملكية نفحة المسكية في الرحلة الملكية قل لم أنس أياما مضت و لياليا سلفت و عيشا بالصريم تصرم و العيش غب و الحواسد نوم عنا و عين البين قد كحلت عمى في روضة أبدت ثغور زهورها لما بكى فيها الغمام تبسم مدى الربيع على الخمائل نوره فيها فأصبح كالخيام مخيمة تبدو الأقاحي مثل ثغر أشنب من أضحى المحب به كئيبا مغرم و عيون نرجسها كأعين غادة ترنو فترمي باللواحد أسهمة و الطير تصدح في فروع فنونها سحرا فتوقظ بالهديل النوم ما وهذا في الحديث عن الطبيعة كيف أنه في وصفها في وصف الطبيعة هنا قصيدة وصف الحمى للشاعر بالطيب المتنبي يحب العاقلون على التصافي وحب الجاهلين على الوسام وآنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جد همامي عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القدم الكهامي ومن يجد الطريقة إلى المعالي فلا يذر المطية بلا سنامي ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام أقمت بأرض مصر فلا ورائي تخب بي الركاب ولا أمامي وملني الفراش وكان جنبي يمل لقاءه في كل عام قليل عائدي سقم فؤادي كثير حاسدي صعب مرامي هذه قصيدة لما حلت به الحمى وكان تعب ومريض لكن مع ذلك تجد فيها معاني جميلة وفيها شيء من العزة والفخر بنفسه هذه من القصيدة الغزرية للشاعر الأموي عروة بن أذينة يقول أيضا بإمكانك أن تقرأ هذه القصايد وأن تلقيها وأن تختر أحد القصايد زميل يقرأ زميل آخر يقرأ قصيدة أخرى وهكذا إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوا لها فيك الذي زعمت بها وكلاكما أبدأ لصاحبه الصبابة كلها وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الضمير إلى الفؤاد فسلها لما عرضت مسلما لي حاجة لي حاجة أخشى صعوبتها وأرجو حلها منعت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها فدنا وقال لعلها معذورة من بعض رقبتها فقلت لعلها وهنا الحديث عنه أيضا يعني شيء من باب الغزل كيف أنها امتنعت عن تحيتي ثم اعتذر بها أيضا وقال لعلها تخشى من أحد هنا ثاني عشر اشترك مع مجموعة من زملائك في ندوة حول مشكلات النحو العربي ندوة حول مشكلات النحو العربي ناقشوا المحاور الآتية أو بعضها وأضيفوا إليها ما ترغبون معنى بإمكانك أن تناقش هذه المحاور وإمكانك أيضا أن تضيف محاور أخرى مختلفة عن هذه عليكم الانتزام بالعربية الفصحى طبعا هنا بإنقصة منصة مدرستي صعوبة النحو العربي بين الوهم والحقيقة هذا منظور أيضا وهذا هو عنوان أيضا هنا أهم الأسباب التي تحول دون تطبيق قواعد النحو في أحاديث الناس وكتاباتهم كذلك هل الدرس النحوي ضرورة أم ترف وهذا أيضا سؤال مهم أيضا الدرس النحوي كيف يجب أن يكون من وجهة نظر الطلاب وهذا أيضا يمكنك أن تتحدث أنت وزملائك أو أنت وزميلاتك ويمكان ندوة من يدير الندوة ثم يذكر تلك الأسباب ثم اختر قصة أو حادثة أو خبرا مطولا تدرب على ضبطه وآدائه تدرب على ضبطه وآدائه ثم رويه لزملائك مراعي أن تحدث بلغة فصيحة خالية من الأخطاء وهذا هنا بين قصين شاط منزلي بإمكانك أن تكتبه المنزل ثم تلقيه أمام زملائك بإمكانك أيضا أن تبدأ به في الفصل مع معلمك هنا بالتعاون مع أحد زملائك طبعا أن هذا الحوار فتكتب أو كتبه أحد زملائك هنا بالتعاون مع أحد زملائك وكتب الحوار بإمكانك أن تكتب ما تريد تكتب ما تريد وكتب الحوار بينهما كما تتخيله تخيل حوارا بين الشخصيتين ثم مثله أمام زملائك هما طبعا انتزم بالفصحة وهذا هو الهدف التطبيق التطبيق أنت عرفت أنه مثلا كان ترفع مشدة تنصب الخطر لابد أن تفعل ذلك عرفت أنه أخواته تنصب مشدة ترفع خطر عرفت أن المفاعل فيها منصوبة عرفت أيضا ما لم يسمى فاعله عرفت أيضا المجرورات عرفت المبلع من الصرف وإلى آخره من الدروس النحوية فأنت ستطبق ذلك طبعا هنا مثلا علي السلام عليكم ومحمد شخصية علي محمد نحن ذكرنا مثالا فقط بإمكانك أن تكتب ما تريد وأن تأتي بأي حوار تريد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته علي كيف حالك محمد الحمد لله بخير علي طبعا نظرا لغيابي اليوم عن درس النحو يحتاج أن أسألك ما الجديد الذي درسته هنا حسنا اليوم أخذنا مجموعة من الدروس بصورة مكتصرة جدا ومفيدة جميل وما هي هذه الدروس أو ما هذه الدروس نقول هنا درسنا التوابع هنا ثلاث نقاط إلى آخره إذن كانت تضيف وتأتي بما تريد طبعا عرفت التوابع وعرفت الأساليب النحوية وعرفت أغلب الدروس الأخرى وهنا الهدف التطبيق ذلك طيب هنا من مواقف التي تعتقد أن على الإنسان ما المواقف التي تعتقد أنت أن على الإنسان يستخدم فيها اللغة العربية الفصحة ما هي أهم المواقف ممكن أن تذكر المواقف التي تعتقد أن الإنسان عليها أن تزم فيها باللغة العربية الفصحة مواقف كثيرة بالتأكيد هنا نقوم من ضمن المواقف مثلا في الخطابة لا بد خطيب أن يلتزم باللغة الفصحة اللغة الفصحة السهلة المفهومة أيضاً جميل في الرسائل كذلك أيضاً هنا يجب أن نلتزم فيها باللغة العربية الفصحة أيضاً ضمن الموضوعات تقول أيضاً في الإعلانات كذلك يجب أن نلتزم باللغة العربية الفصحة أيضاً في المحاضرات والدروس يجب أن نلتزم باللغة العربية الفصحة كذلك في التلفازي والإذاعة هنا يجب أيضاً نلتزم باللغة العربية الفصحة إذن لاحظ بإمكانك أيضا أن تضيف مواقف أخرى كثيرة أن يلتزم فيها الإنسان باللغة الفصحة هنا الخطابة والرسائل والإعلانات ومحاضرة الدروس والتلفاز والإذاعي لآخره من الأشياء التي بإمكانك أيضا أن تضيف وأن يلتزم فيها المتحدث باللغة العربية الفصحة هنا مثل مع مجموعة من زملائك هذا مشهد مسرحية المتنبي شاعر العرب للأديب السعودي عبدالله بوكس طبعا هنا مثل مع مجموعة من زملائك المشهد المسرحي بإمكانك أنت ومجموعة من زملائك يخرجكم المعلم ثم كل شخصية أخذ شخصية من هذه الشخصية ثم يبدأ بتمثيل هذه الشخصية ويذكر ذكر الدور الذي تقوله هذه الشخصية وزعوا الأدوار بينكم وتعاونوا على ضبط النص وحفظ الأدوار ثم قدموا عرضكم وهذا هو مشروع التعلق بهذه الوحدة هو مشروع التعلق بهذه الوحدة وهو لكم الشخصيات طبعا حمدون وسالم وأبو الهيثم ونزار هذه الشخصيات جالسون ورجل قادم نحوهم وحين يصلهم يسقطوا من الإعياء والتعب فيهرعون نحوه وبعد استعادته وعيه يسأله نزار ماذا وراءك؟ أبو الهيثم أفصح يا رجل الشخصيات التي كانت جالسة سالم قلبي يحدثني بشر مستطير الرجل يرد عليهم طبعا قلبك صدقك الحديث يا هذا أبو الهيثم هاتي ما عندك يا رسول لاحظ هنا ما بين القوسين هنا حركة بدون كلام تقول الرجل يهز رأسه بألم مقصود أنه لا يتكلم يعني أنه فقط يهز رأسه ماذا أقول لكم في النفس حسرة وألم ثم يبكي بين القوسين أيضا هنا حالة من بكاء أبو الهيثم وغيره يعني مقصود به أبو الهيثم ومع حمدون وسالم ونزار بنفاذ صبر تكلم يا رجل معنى أنهم كلهم بصوت واحد الرجل قتل أبو الطيب المتنبي صيحات استنكار قتل أكثر من شخص ثم بعد ذلك نعم قتل صيحات أيضا ومن المجرم الآبق ثكلته أمه الرجل فاتك الأسدي هذا في قصة أبو الطيب المتنبي كما أعرفتم كيف أنه قتل على يد فاتك الأسدي صيحات أين لماذا يا للمصيبة الرجل قتل قرب دير العقول يصمت قليلا هنا بين قوسين أيضا وهذه أيضا لا يتذكر هنا ما فقط في المشهد لقد حذره الجبلي من فاتك ونصحه وعرض عليه حراسته ولكنه أبى وأنتم أعلموا بكبريائي يقصد من أحسنتم يقصد المتنبي سالم قتله كبريائه الرجل بل قتلته قصيدته أصواته مستنكرة قصيدته الرجل نعم تلك التي هجى بها ضبه بلقى المطيف أقدع أبو الهيثم وما شأنه بفاتك الأثيم الرجل هو ابن أخت لفاتك إذن هو هجى ضبه وابن أخته هو فاتك سالم مفكرا هذه بن قوسين أيضا لا تظهر ولكن كيف عرف الجبلي فحذر أبو الطيب الرجل لقد نزل أبو الطيب على أبي نصر الجبلي قادما من الأهواز حمدون مقاطعا هو صديقه وما في ذلك غرابة من تأكيد أبو الهيثم متعجلا أكمل يا رجل ويريد إكمال القصة الرجل كان فاتك قد نزل عند الجبلي قبل مقدم أبي الطيب على واسط وجعل يسأل عن أبي الطيب بطريقة أثارت شك الجبلي فلما أدرك أنه يريد الانتقام لابن أخته حاول أن يرده فلم يفلح ثم كمن له فاتك الأسدي مع عدد من رجاله وحاطوا به ثم قتلوه وضاف الرجل ناحظ لقد قاتلهم قتال الأبطال ولكن الشجاعة وحدها لا تفيد كانوا كثرة ولم يكن معه غير ابنه وغلامه صمت ثم بتأثر طبعا هنا صمت ثم بتأثر قتلوهم جميعا هنا ينهي الحمد أن يرحمه الله عاش وحيدا ومات وحيدا السالم هو القائل غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانة ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أظلنا شجعان وإن لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا أبو الهيث ابن لقد ملأ الدنيا وسيبقى شاغلا للناس وهذه نهاية المسرحية بإمكانك كذا أنت وزملائك أن تمثل هذه المسرحية هنا تدرب أيضا 11 تدرب على قراءة إحدى الخطبتين الآتيتين وهذه الخطب تأكد من صحة الضبط ومواطن الوقفات وطريقة التنغيم والعاداء ثم ألقيها أمام زملائك إلقاء خطبة أن تلقيها يلقاء خطبة وأن تدرب على ذلك طبعا خطبة الشيخ هنا من خطبة للشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرام المكي الشريف طبعا طريقة تلقى الخطب تعرفونها أنتم وكنت تسمعونها كثيرا في كل جمعة تعرف ذلك ثم ستلقي ذلك إلقاء خطيب أو تقمص دور الشيخ عبد الرحمن السديس وإمكانك أيضا تلقي تلك الخطبة تقول أيها المسلمون عند حلول حدث أي حدث يتساءل الناس ماذا حدث وكيف حدث وبعد مضي الحدث يتساءل العقلاء والحكماء ويتنادى الغيرون والنبلاء وماذا بعد الحدث في تفكر ومحاسبات ومعالجة ومراجعات وتحليل ومتابعات وأبحاث ودراسات تربط النتائج بالمقدمات وتصل الأسباب بمسببات لا سيء لا سيء فيما يمس دين الأمة وأمن المجتمعات وما يعكر استقرار الشعوب والبيئات وما يعق بناء المنجاد وإشادة الحضارات ويعبث بالمكتسبات والمقدرات تشخيصاً محكماً للداء ووصفاً ناجعاً للدواء معاشر المسلمين لا يفتأ المتأمل في أدواء أمتنا وعلى لها المزمنة أن يرى في بيداء الأحزان أشباح الأوهام تتقافز في أضواء بواطن الأحلام فإذا ما دنى منها وقف على فئة النشاز سمجة الفكر صفيقة الروح ضيقة العطن طعيفة الرأي عميقة العقد والنزوات أرخصت لديها الأعمار فقامت بسفك الدماء وقتل الأبرياء وجلب الدمار وإلحاق العار والشنار وخراب الأوطان والإساءة إلى خلاصة الشرائع والأديان ولا يكاد عجب الغيور يأخذ بالأفول من ظلال تلك العقول التي اتخذت وراءها ظهرياً المعقولة والمنقول فيتساءل بأسى ما بال هؤلاء يرتكسون في حمعة الجهل الوبيل ولا يصيخون النداء العلوي الجليل الذي عظم حرمة الإنسان ونأ به عن مساقط الغلو والإجرام ما لهؤلاء القوم قد افترستهم أفكار الضلال واستخطبتهم موجات الوبال أذلك ناتج عن أم الفكر البصيرة أم ضحالة العلم والتربية أم سطحية الوعي والمعرفة أم زيف شعارات وشرور أم جهل ونزق وغرور وهم يحسبون عنهم يحسنون صنعا أم نتيجة لتراكمات نفسية وضغوط اجتماعية أم ماذا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن أي دين وعقلية بل أي مرؤة وإنسانية تحمل على ارتكاب هذه الفضائع والإقدام على تلك الفواجع واستمراء مثل هذه الصناع التي تقض المضاجع وتدع الديار بلاقع فأفن ثم أفن لنفس تتوق لقتل الأبرياء وتباً ليد تلذ لإراقة الدماء وتناثر الأشلاء ألا قاتل الله أعمال الظلم والإرهاب والإفساد والإرعاب فكم أحدثت من أفعال وحشية وجرائمها مجية يستنكرها كل استنكار ويدينها أشد الإدانة كل من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان وعنده أدنى مسكة من عقلي وتتحلى بأقل قدر من وازع أو ضمير وهي هاتى أن يكون أمن وفلاح وتحقق دعوة وإصلاح في مطايا النسف والتفجير وأن ترفع للحق راية وتتحقق للإسلام غاية في مسالك القتل والتدمير وهذه خطبة الشيخ عبد الرحمن السديس وهنا أيضا خطبة آخر أخرى للشيخ صالح بن حميد أيضا إمام الحرم المكي الشريف كلها بنفسه عنوان لاحظا تركز على الحديث عن ماذا تتحدث الخطبة أيضا تحدث عن الإرهاب والقتل والتدمير وكيف شناعت هذا العمل أيها المسلمون الأمن مطلب عزيز وكنز ثمين هو قوام الحياة الإنسانية كلها وأساس الحضارة الفدنية أجمعها وتطلع إليه المجتمعات وتتسابق لتحقيقه السلطات وتتنافس في تأمينه الحكومات تسخر له الإمكانات المادية والوسائل العلمية والدراسات الاجتماعية والنفسية وتحشد له الأجهزات الأمنية والعسكرية وتستنفر له الطاقات البشرية مطلب الأمن يسبق طلب الغذاء بغير الأمن لا يستساغ طعام ولا يهنأ عيش ولا يلذ ينوم ولا ينعم براحة قيل لي حكيم أين تجد السرور؟ قال في الأمن فإني وجدت الخائف لا عيش له في ظل الأمن تحفظ النفوس وتصانو الأعراض والأموال وتأمن السبل وتقام الحدود ويسود العمران وتنمو الثروات وتتوافر الخيرات ويكثر الحرث والنسل في ظل الأمن تقوم الدعوة إلى الله وتعمر المساجد وتقام الجمع والجماعات ويسود الشرع ويفش المعروف ويقل المنكر ويحصل الاستقرار النفسي والإطمئنان الاجتماعي وإذا اضطرب الأمن عياذا بالله ظهرت الفتن وتزرزلت الأمة وتخلخلت أركانها وكثر الخبث والتبس الحق بالباطل واستعصى الإصلاح على أهل الحق إذا اختل الأمن عياذا بالله حكم اللصوص وقطاع الطريق وسادت شريعة الغاب وعمت الفوضى وهلك الناس وتأملوا بلدانا من حولكم اختل فيها الأمن فهلك فيها الحرث والنسل وسلبت الأموال وانتهكت الأعراض وفسد المعاش فلا حول ولا قوة إلا بالله ومن أجل هذا فإن كل عمل تخريبي يستهدف الآمنين ومعصومي الدماء والنفوس فهو عمل إجرامي محرم مخالف ليحكام شرع الله فكيف إذا كان القتل والتخريب والإفساد والتدمير في بلد يعلي كلمة الله وترتفع فيه راية الدين والدعوة وعلم الشرع وحكم الشرع ثم كيف إذا كان ذلك في مهبط الوحي ومبعث الرسالة المحمدية في الحرم الحرام في أقدس المقدسات ثم كيف إذا بلغ الضلال بأصحابه فجعلوا القرآن وسيلة القرآن الكريم وسيلة للتدمير ووضعوا بين دفتيه أدوات التفجير كما جعلوا ماء زمزم الطاهر عداة للتضليل والتمويه إن ذلك كله يزيد الحرمة حرمة والإلحاد إلحادا وحسبنا الله ونعم الوكيل عدنا الخطبتين بمكانك ربعا أن تمثل تلك الخطبتين سواء خطبة الشيخ ابن حمس ديس أو خطبة الشيخ صالح ابن حميد وهنا عدوا الخطبتين وأعطي منهما أمثلة على كل من المنادة ممنع من الصرف الصفة والتوكيد المجدد والخبر رفع الناسخة الحروف الفعل الفاعل والتمييز الاستثناء هنا المنادة أيها المسلمون جميل ممنع من الصرف معاشر المسلمين الصفة محكما التوكيد طبعا بمكانك أن تعدي الخطب وأن تذكر ذلك كلها أيضا متدار الخبر الأمن مطلب والأفعال الناسخة وإن كان أو إحدى أخواتها الحروف الناسخة هنا إن أو إحدى أخواتها الفعل والفاعل أي جملة فعلية إمكانك أن تأخذها من النص ترتفع فيه راية الدين ناء بالفاعل هنا تصان الأعراض هنا مبنين للمجهول المفعول به تقض المضاجع والتمييز طبعا المضاجع هنا مفعول به التمييز هنا يحسنون صنعا والاستثناء هنا لا حول ولا قوته إلا بالله هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس وصلى الله وسلم على النبي المحمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر